موضوع التمائم وحكمها والشبهات التي حول هذا الموضوع التمائم هي الحجبات عندنا في السودان بيسموه حجبات أو بيسموه حراسات أو بيسموه خرزات أو أي شيء يعلق ليتقى به من العين أو من السحر أو من أي شر أو لجلب أي نفع الإنسان علق وشان يدفع له شر أو يجب له أي نوع من أنوع النفع ده هي التميمة علقها لتتمم له أمره من جلب نفع أو دفع ضر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك ده حكمها وحيجينا تفصيل أكثر في حكمها في نهاية المقطع إن شاء الله فحكم تعليق الحجبات أو التمائم شرك بالله سبحانه وتعالى أول شبهة بجبهة صوفية في موضوع التمائم قالوا التميمة تعريفة هي خرزات ما هي الحجابة نحن بنعلقه كصوفية أو بيكتبوا لنا شيء خطره كصوفية قالوا ده ما اسمه تميمة يعني جابوا الشبهة دي عشان أي حديث جافي إنه تمام شرك وكفر وحرام وكده مثلا عشان يقولوا ده ما بنزل فيه الحجبات حقتنا لا الرد على شبهة دي الصحابة والعلمة والسلف بيّنوا إنه أي حاجة يعلق الإنسان سواء كأن عظم أو حديدة أو كتابة أو كتب شيخ الطريقة أو كتب الفكيء أو جزمة أو أي شيء علق في نفسه أو على عربيته أو في بيته واعتقد إنها تنفع أو تضر أو تكف العين أو تدفع العارض أو تجيب الرزق إلى غير من هذه الأنواع دي تسمى تميمة شكد السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد وصححه الألباني موقوفا على عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الترغيب وكتاب الترغيب للإمام المنذري وصححه الشيخ الألباني قالت عائشة رضي الله عنها ليس التميمة التي تعلق بعد وقوع المصيبة وإنما التميمة التي تعلق قبل وقوعها يعني معنى كلام عائشة رضي الله عنها إنه أي شيء أي شيء عظم حديث حجر ورق كتب فكي إلى آخرية من الأشياء علق الإنسان قبل وقوع المصائب خوفا من وقوع هذه المصائب أي شيء لأنه ما قال الشيء معين أي شيء أعلق قبل وقوع المصائب لتسمى تميمة لكلام الصحابة كلام عائشة رضي الله عنها وأرطاها أعلم نساء العالمين واحد ويقول الحفظ بن حجر رحمه الله تعالى قال التميمة هي ما يعلق اتقاء العين ونحو ذلك أيوة يبقى أي شيء يعلق اتقاء العين أو اتقاء السحر أو اتقاء العارض أو جلب الأرزاق أو اتقاء يقول لك ده علقت الحجاب ده شان ما يعضينا دبيب ولا يعضينا عقرب دي تسمى شنو جماعة تميمة أو لجلب نفع رزق شغل غيره تسمى شنو تميمة إذن كل الحديث الجات في التميم خلاص يهوف للحجبات ولا غيرها لأنه دي كلها اسم تميم في الشرع الإسلامي طيب